موسيقى جريفة محمد رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتجار المهنيين منتخب في جلسة أمس في جلسة عامة بإجماع الإخوة الحضور إلى جانب طبيعة الحال انتخاب الأخر رئيس النبي النوري هذه لحظة دي المؤتمر كيفما كيعرف الجميع هي لحظة دي اللحظة تنظيمية أولا من ناحية القانونية ثانيا لحظة دي التتويج ولحظة دي التعريف بالمنجزات اللي اشتغلت عليهم النقابة طيلة الفطراء الممتدة بين المؤتمرين الأكيد أن جميع سماع وشاف الإنجازات التي تحققت سواء فيما يخص لجانب الضريبي سواء فيما يتعلق بالجانب دي التغطية الصحية الأكيد أن الرهان كبير علينا كان نقابة وطنية باش نزيدوا نبدلوا مجهودة أكتر باش نحاولوا ما أمكن أن نعالجوا الإشكالات اللي أبقى مطروحة اللي راكم استمعتوا لها جميع فيما يخص نزيل دي التغطية الصحية لكن بعض الإخوان دينا الملزمين اللي عندهم مشاكل فيما يخص المعالجة دي الميلفة دي نحنا متبعينها مع المصالح المختصة وهذا الشي هذا جاحت في الكلمة دي الأمس على ليسا الأخ الرئيس وجا في الجلسة العامة دي الأمس وفي الجلسة العامة التانية دي اليوم كينا عاو تاني واحد من جموعة دي المشاكل الداربية راحنا منكبين عليها الميلف الآخر اللي هو مهم ومهم بزاف والميلف دي العسرانة واللي القيطاع الآن بات في حاجة نمسى الواحد العسرانة دي القيطاع باش يمكن أننا نخرجوا من ديك التجارة الكلاسيكية باش يمكن لنا نواجهو المساحة الكبرى يمكن لنا نواجهو قطع تجارة القربية يمكن لنا نواجهو الماركة الأجنبية اللي الجامع كيتشك منها ولكن من تنقلو العسرانة تنقلو واحد المجموعة دي القيطاعات لابد أنها تنخرط معنا من بينها الأبناء من بينها وزارة التجارة والصناعة من بينها وزارة الداخلية الجماعة المحلية المؤسسات التجارية او للشركة التجارية باش يمكن أننا نوصلوا لهذا المرحلة دي العسرانة قيطاع عصري وقيطاع اللي هو قادر يواجه العولة مواجهة تحديات الكبرى لابد من خارة الجامع الآن الجامع أدرك أن العسرانة باتت هي الحل أنسب ولكن هذه العسرانة الإخوان لا يمكن أن نديرها إلا من خلال واحد القيطاع قوي وهذا الشيء هذا جاء في جميع المدخلة دي الإخوان أننا محتاج للقطاعات قوية محتاج المنادلين قويين محتاج للنخاب جديدة اللي يمكن لها تبنيها هذه القيطاع هذا وتبنيها تنظيم قوي لأننا ما بقنا نحن ندافع الآن غير على المنضون بالنقابة ولكن ولنا كان ندافع للتجار المهنيين المغرب كامل وهالتجار دولت عندهم اتقيقة في النقابة لأنها نقابة قوية نقابة كارجع التاريخ دينا لما يجد أربعين سنة نقابة لراكمات من التجارب والخبرات ما يكفي لمتابعة الملفات فهذه اللحظة دي التتويج اللحظة دي العرس كان واحد للجوء إيجابي لنا كاملين عبرنا فعلا رأي دينا عطينا في وجهة نظر دينا ونتمنى والتوفيق في المستقبل إن شاء الله صراحة الحمد لله المكتب الإقليمي لمدينة سلا تابع للنقابة الوطنية للتجار بالنسبة صراحة المؤتمر فهو على ما يبدو الحمد لله فهو عرس بحيث جمع الحمد لله جميع الأقاليم دي منطن جات القرى دي النقابة الوطنية للتجار والمهنيين وبهذا الحضور دينا صراحة راشكلوا واحدة الحمد لله واحد تلاحهم كيبين هذا وبينما بعدا كانوا واحدة الخدمة الحمد لله على أرض الواقع واللي هو كورشي راضي عليها الحمد لله برئاسة المجلس التنفيدي ولا المجلس الإداري السابق وهذا الشي الحمد لله باش التعطال برح الانتخاب بالإجماع انطلاقا من الخدمة الحمد لله اللي كانت وكانت منه إن شاء الله خدمة تكون مضوبة وتكون إن شاء الله في المستوى دي التطلعات دي التجار دينا والمهنيين من طنجة القرى أما بخصوص توصيات فالحمد لله الإخوان دينا مكلفين بهذه التوصيات وخدامين عليهم وهما صراحة الأدرة وهما صراحة اللي كيشوفوا كتر منها لحقاش الحمد لله هما باش هذا النقاب الوطنية تجار مهنية متكاملة فالحمد لله فيها ناس اللي هما عندهم مع القانون والناس اللي عندهم صراحة مع مجموعة من الحواج وكي يكون هاد الخاليط الحمد لله كان يكملوا بعضياتنا بمعنى أغم كلي سنتين يستمازغت لا عقل يحتجب دا ويا شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك ترجمة نانسي قنقر